السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الصناعي قسم التركيبات والموادات الكارابية وارحبا بكم في إحدى حلقات مدرسة على الهواء أبنائي وبناتي النهاردة إن شاء الله هنكمل إحدى حلقات مادة الرسم الفني وهي من المواد المهمة جدا والمكملة لبقية أو بقية المواد اللي احنا بنشتغلها في تلفزيوننا المصري اللي هي مادة الألات والنهاردة هنكمل حلقات مع بعض مادة الرسم الفني قبل ما نبدأ كنا ختمنا في الحلقات السابقة في الرسم دوائر المؤلدات التوافقية الثلاثية الأوجو إيه رأيكم لو استرجعنا بفيديو جميل جدا ما حضروا التلفزيون المصري والمؤيدين ربنا برك لهم هنقول مع بعض كيفية تشغيل المؤلد التوافقي استرجاعا لأعلشان لما نبدأ في دوائر الرسم نبتدي نتحرك عليها تعالوا نشوف مع بعض الفيديو حيورينا ايه بالنسبة للمؤلدات التوافقية الفيديو اللي قدام مننا بيبين دايرة مؤلدات التيار المتردد سلاسية الأوجو خدوا بالكم من الألوان بتاعة الخطوط اللي شغالة والمروحة شغالة برا الجسم التحديد اللي معمول باللون الأحمر بيبين لك المؤلد بص كده بص الدوران العضو الدائر العضو الدائر شغال ازاي وهو هنا قفص سنجاب احنا بنراجع هذا الكلام شوف اللون الازرق اللي محطوط على لوحة التحكم اللي فيها الان والاوف طلعنا العضو السابت برا اللي هي فيها ملفات المنتج ملفات المنتج معمولة بص الاتجاه المجال المناطيسي واللي احنا هنحدده فيما بعد بقاعدة فيليمينج للياد اليوم اتجاهات المجال لكل ملف على حدة المفروض هذه الملفات بتستنتج بها قوة دفعة كربي شوف دهران المجال المناطيسي باللون الأخدر مع العضو الدائر اللي هي الأخطاب الأخطاب لابد ان تغذب طيار برافو عليكو طيار مستمر شوف دهران العضو الدائر وحيستنتج القوة الدفعة الكربي اتجاه المجال مع اللون الأصفر الموجود مع اتجاه الأخطاب المفروض ان انا باخد من هذه الأطراف اللي هي متوصلة بلوحة التحكم على دائرة الان والاوف الفول انجلز كرانت اللي هي دهران اللي عندي الطيار بيدور ازاي تعالوا نشوف بعد كده هو بيعملها بطريقة بسيطة جدا انه بيدور هذا الكلام قلنا قبل ما يبتدين ان انا بحدد اتجاه الطيار والفضل مناطيسي عن طريق قاعدة فيليمينج للياد اليومنا الكلام اللي قدام مننا ده احنا محتاجينه في الدوار اللي احنا نشرحها في مادة الرسم العضو الدائر باين باللون الأحمر قدام حضراتكو وبالملفات المنتج باينة باللون الأخدر نتيجة المجالين عندي ودوران العضو الداير بآلة خارجية بينشأ الطيار الكارابي في ملفات المنتج زي ما شوفنا الدوار او المولدات اللي احنا شوفناها ابنائها و بناتي كنا بنبين لابنائنا الطلبة ازاي بنختاج الطيار بينشأ ازاي وبرضو قلنا ويمكن التلفزيون ساعتنا فيها جامد اوي ان احنا قبل ما نبدأ بدائرة الرسم وهي دواير بالخطوط قلنا نبين على الطبيعة كتسكرة وفلاش باكزا بيقولوا ان احنا نعرف المولد تركيبه ايه ملفات الاقطاب لابد ان تغذب طيار مستمر وهذا السؤال سألناه في الآلات في طرق تغذية ملفات الاقطاب لماذا قلنا الحصول على مجال مناطيثي ثابت القيمة وثابت الاتجاه شوفنا كمان حاجة كويسة جدا وهنحتاجها فيه مادة الرسم لحظة التحكم اللي مرسومة كان فيها مفتاح الون ومفتاح الوف هو مباين مباين عليها الون والوف وباين لنا الفيديو هذا الكلام شوفنا اتجاه خطوط الفيد المناطيسة سواء في ملفات الاقطاب وكيفية قطعها لملفات المنتج ثم استنتاج القوى الدفعة الكارابية ودي اللي بدأ خدها بانشغل بيها الدواير ابناء وبناتي تعالوا مع بعض نشوف هذه الدواير دواير الموالدات الترم مستمرة دواير ترم متردد اللي دواير الموالدات حنشتغل بيها ازاي ممكن نزود عليها ايه في دواير حماية اği happiness في محولات في محولات احنا الكلام ده بدأنا بحلقات الرسم وشفنا فيه الرموز وشفنا بعض الحمايات الحرارية والماناطيسية وان الحمايات الماناطيسية فيه ضد وفيه نقص نقص المغناطسية ضد الطيار وليه ضد زيادة الطيار شفنا ضد زيادة الفولت ونقص الفولت شفنا الحمال الحرارية والاوفر لود ايه رأيكم ابنائي وبيناتي تعالوا نشوف اول دايرة النهاردة من دوائر المولدات التوافقية الثلاثية الاوجو في مادة الرسم الفني تعالوا نشوف مع بعض الدايرة الخطية والدنفيزية بتقولي ازاي الدايرة عبرها عن ايه دايرة مولد طيار متردد ثلاثي الاوجو متوصل دلتا طيار متردد متوصل دلتا يرفع خارجه عن طريق محول قدرة من 3 كيلو فولت الى 33 كيلو فولت متوصل دلتا نجمة ثم الى مفتاح ثم المصرات ثم الشبكة العمومية هنا تحت خالص ودي احنا قلناها قبل كده الخط جاي مع ملفات من الاقطاب معنى ذلك ان الاقطاب هي العضو الدائر اخد بالي ابناء وبناتي ونبهنا كتير جدا في الحلقات السابقة نقبلنا من جزئي دي بالذات ان هذا الخط هنا متصل بملفات الاقطاب وملفات الاقطاب معنى مع الخط دا انها العضو الدائر اي ان المنتج هو العضو الثابت تغذى عن طريق منبع طيار مستمر والطيار المستمر في جميع الاحوال هم طرفين فقط لغير تمام تعالوا ننفذ هذه الدائرة مع بعض ابنائي وبناتي انا عندي اخد بالك من 3 وفي نص يعني ايه اللي 1 ايه اللي 2 ايه اللي 3 مع النيوترال جبت النيوترال منين يا بش مهندس قال لي حضرتك هنا في توصيلة نجمة يبقى في خط رابع يبقى في خط رابع تعال نفذ 3 مصهرات ثم السكينة المفتاح يدوي اعرفت منين انها يدوي هنا مفيش ملف قاطع مفيش ملف قاطع يبقى هنا مفتاح يدوي ثم توصيلة النجمة ثم توصيلة الدلتة لمين لمحول القدرة النجمة ثم الدلتة والتوصيلة في بعض ابنانا وبناتنا بيرسموا 3 ملفات جنب بعض ويقفلوا النجمة تمام في بعض ابنانا وبناتنا يزيروا الدلتة ويوصلوا الاول بنهاية التاني وهكذا ال 2 و 1 طيب بعد جدا دخلنا على المفتاح السكينة ثم الى دائرة المولد انا قلت المنتج هو الوضو الثابت تمام متوصلة هنا دلتة خد تلك بقى من توصيلة الدلتة في المحول وتوصيلة الدلتة في المولد الاطراف جاية منين وصلت الدلتة المين لملفات العضو الثابت للمولد ثم ملفات الاقطاب ملفات الاقطاب عليها دايرة تمام عليها دايرة ليه؟ لانهو الاقطاب هي العضو الداير ثم الى حلقات الانزلاق ومقاومة تنظيم الجهد والمفتاح السكينة والمصرات ومصدر الطيار المستمر هذه الديرة تعمل كالاتي تعمل كالاتي الاول ادور بالعضو الداير فكريم في اي حلات الالات اللي خدناها في التلفزيون المصري هنا الالات قلنا الطرق توليد الحركة المين أو طرق الحركة المين لآلات الطير المتردد اللي هي الموالدات خدناها هنا في التلفزيون وعرضناها وعرضنا كمان هذا الكلام قلنا أن الموالد لابد الأول أنه يدور بآلة مديرة ثم أغذي ملفات الأقطاب ثم أستنتج القوى الدفع الكرابية من ملفاته العضو الثابت هذا الكلام حينطبق على الرسم الرسم ينطبق على الدائرة بتمشي إزاي كخطوات لكن الشرح ده كله موجود في مادة الألات وقلناه هنا وقلناه حلقة واثنين وثلاثة تمام؟ تعالوا بقى نشرح الدائرة بالكلام اللي احنا فيمناه في مادة الألات حنشرحه على هذا الكلام تعالوا نشوف مع بعض كده الدائرة بتشتغل ازاي؟ هنا بنقول بدأت بمين؟ أدور بالآلة لإيه؟ المديرة ثم أغذي ملفات الأقطاب إلى ملفات الأقطاب بطيار مستمر ينشأ مجال معناطيسي ثابت القيمة والاتجاه براث يعبر الثغرة الهوائية ليقطع ملفات المنتج يولد فيها قوة دفع كارابية قيمتها لسه صغيرة حطت هنا مين؟ محول قدرة للرفع رفع من كام؟ من 3 كيلو فولت خدتها لك من الرمز إلى 33 كيلو فولت ثم إلى الشبكة العمومية لتغذية الدوائر اللي أنت عايز تنور به دي أبنانا وبناتنا إيه رأيكم؟ لو شفت اتصالاتكم إن شاء الله لما جلنا الدائرة دي نقولها تنفيذياً لو أنا قلتها لك كلامية إحنا قلنا هذا الكلام وقلنا في حلقاتنا اللي فاتت إزاي بنقول الامتحان في دوائر كلامية؟ إيه هي بقى؟ إرسم الدائرة التنفيذية والدائرة الخطية لمولد توفق ثلاث الأوجه متوصل ملفات العضو السابت دلتا تغذى ملفات أقطابه بمصدر طيار مستمر ذو منتج سابت يرفع خارجه عن طريق محول قدرة متوصل دلتا نجمة اتفضل السؤال طب لو جالك كلامي بهذا الشكل يبقى الدائرة اللي احنا شفناها معه الشاشة طب لو جاتلك دائرة خطية هتبقى نفس الطريقة دائرة خطية حضرتك هتنفذها يبقى السؤال بيجي بطريقتين الطريقة الأولية اللي أنا قلتهاها الكلامية من غير رسم ثم يقيم يجيب لك الدائرة الخطية وحضرتك بيتنفذها تمام؟ احنا بنقول الامتحانات بتيجي على أشكال الأسئلة ازاي مش عايزين نقول لي احنا عايزين متعودين ان يتيجي دائرة خطية واحنا ننفذ لا ممكن تيجي كلامي ده ممكن تيجي كمان في صورة دائرة مقطعة ويقول لك كاميرا زي ما نشوف ايه رأيكم ناخد دائرة تانية من الدوار المهمة جدا في المولدات التوافقية ألا وهي دائرة حماية المولدات المولدات باستخدام متمم فرقي ألا وهو متمم ميرذا برايس يسمى متمم ميرذا برايس أو متمم فرقي أو متمم تفاضلي التلاتة اسم واحد تعالوا نشوف مع بعض شكل الدائرة وحننسمها برضو زي تعالوا نشوف مع بعض كده بتقولي ايه الدائرة الدائرة بتقول معايا هنا الدائرة الخطية والتنفيذية لمولد توافقه مذود بحماية متمم فرقي ميرذا برايس أو ها متمم تفاضلي الدائرة عبر عن ايه ادي الدائرة الخطية التلات خطوط ثم المصيرات هنا اخد بالك شو بقى اللفظ اللي احنا قلناه في الدائرة اللي فاتت هنا في ملف قاطع ملف قاطع يبقى هنا المفتاح اوتاماتيك وبعدين برافو ها محول طيار لانه قاطع الفردة برافو عليكم محولات طيار ليه لانه متوصلة على التوالي ثم الى رمز المولد طيار متردد ثلاثي الاوجو متوصل نجمة زومونتج ثابت زومونتج ثابت عرفت منين اه الخط بتاعه جاي من ملفات مين الاقطاب تمام ثم الى محولات الطيار مع الرمز التام لمتمم ميرزا برايس او المتمم الفرقي او التفاضلي ابنائي وبناتي في ملحوظة مهمة جدا على هذه الرسمة هو هنا مديني ثلاث خطوط انت منتج مطالب انك تخط ست متممات والرسمة دي موجودة في الكتاب ممكن تحط الثلاث متممات فقط ابنائنا وبناتنا عايزين الفطنة في الاجابة الفطنة في الاجابة انت ممكن تحط الثلاث متممات من الستة حطتي الست متممات تمام انت فاهمها بأذا الشكل تعالوا ننفذ ابنائنا وبناتنا هذه الدائرة الدائرة عبارة عن الثلاث خطوط الرئيسيين مش واخدين بالنا من حاجة احنا بنركز بس ونبين الثلاث خطوط بالنسبة لتخانة واحدة سمك واحد ثم ثلاث مصيرات ثم مفتاح السكينة مع ملف القاطع وكلمة ملف اي الملف يظلل ثم ثلاث محولات طيار خد بالك لتلاث محولات طيار ابتداء ثانوي ابتداء ثانوي ابتداء ثانوي ثم ملفات المنتج هو حطت عليها دايرة هذا المكلام ما ينفعش هو بمفتد يحط على ملفات من الاقطاب لكن احنا بس بمبين لان احنا مش مكملين الدايرة ثم ثلاث محولات طيار تانين لو انت عايز توصل الدايرة داية وتفهمها كويس اوي ركزوا معايا في اللي انا هقوله على الشاشة ابناء وبناتي توصيل محولات الطيار مع ملفات المتمم مع ملف القاطع افتكروا توصيلة اللمبة العادية ركزوا كده وتعالوا نشوف احنا بنقول صح والله غلط هنا اخد بالك المحول الاول مع مين مع المتمم ثم الى المحول الاول ها المحول التاني مع المتمم رقم اتنين مع المحول التاني المحول التالت مع مين مع المتمم رقم تلاتة ثم الملف محول التالت بمعنى ان الاول مع الاول والتاني مع التالت والتالت مع التالت مرورها بمين برافو عليكو المتممات تب المتممات هنا متوصلة ببعضها على التوالي المتممات متوصلة مع بعضها على التوالي خدنا من المتممات على مين على توصيلة النيوتر اللي هو الارضي يبقى خد فردة من هنا من محولات الطيار اللي فوق موجودة مع محولات الطيار اللي موجودة من تحت اللي اتنين مع ملفات المتمم على الارض تمام تعالوا بقى بصوة توصلة اللمبة العادية اعتبر ان ملف القاطع لمبة تمام اعتبر ان ملف القاطع لمبة وعندي هنا ست نقط للمفاتيح طلع منهم طرفين فقط يبقى انا عندي طرفين مفتاح وطرفين لمبة وطرفين مصدر طيار كهرابي ركزوا بكده معايا ابنائي وبناتي طرفين مفتاح طرفين لمبة وطرفين كهربا طرف من المفتاح على مين طرف من المفتاح على مين على اللمبة اللي هو ملف الايه القاطع والطرف التاني بتاع المفتاح على مين على طرف الكهربا او الارض تمام وطرف اللمبة على مين على الكهربا عندي توصيلة لمبة عادية ما نعقدش نفسنا في التوصيل هي كلها توصيلة عادية جدا رجع التوصيل الاصلها طب الدايرة دي بتشتغل ازاي حضرتك لو الدايرة دي مصبوطة بمعنى أن نسبة الطيار محاولات الطيار اللي فوق ملفات العضو الثابت ومحاولات الطيار اللي تحت ملفات العضو الثابت النسبة بينهم متساوية المحصلة هنا سفر الفرق بينهم هنا سفر لا يمر طيار في هذه المتممات معنى ذلك أن هذه الدائرة مفتوحة والدائرة هنا مغلقة والمولد شغال بيد للشبكة نعيد تاني لو نسبة محولات الطيار قدي نسبة محولات الطيار اللي بعد ملفاته العضو الثابت اللي اتنين قدي بعض محولات الطيار اللي اعلى قدي نسبة محولات الطيار اللي تحت زي بعض وفي النص مين ملفات المنتج الفرق بينهم صف يبقى دايرة المتممات بتاعت ميرزا برايس برا الموالد شغال شغال مع الدايرة وبيدي لك قوة دفعة كاربية تمام طيب حصل فرق فرق فين قال لي عندي محولات الطيار فوق ومحولات الطيار تحت الفرق ما بينهم مر فين في دايرة ميرزا برايس دايرة ميرزا برايس مر فيها طيار حتى ولو صغير معنى ذلك ان الدايرة مش متزنة الدايرة مش متزن انا سمع في بعض الناس يقول لك اه مدام كده كمني الدايرة المتمم هيكمل دايرة اللامبة هيفصل الموالد عن الشبكة فاصل الموالد نتيجة حدوث بقى قصر زيادة في الحمل زيادة كذا زيادة كذا المهم ان انا عندي الموالد لابد ان يكون دايرة اتزان دايرة اتزان بمعنى ان محول الطيار اللي قبل ملفات المنتج نسبته قد محول الطيار اللي بعد ملفات المنتج بنسبة انا عايزة في الموالد والموالد شغال اي فرق مهما كان صغير بيمر في ملفات المتمم والذلك سمي متمم فرقي متمم فرقي بياخد فرق الطيارات عشان هو يشتغل يكمل دايرة ملف القاطع يفصل المولد كله عن الشبكة ودي بتيبقى ميزة تمام ابنائنا وبناتنا الكلام دا في الموالدات دي الحمايات في حمايات كتيرة جدا احنا اخترنا دايرة تعالوا نشوف بقى دايرة تانية انا وهي دوائر التوافق في الموالدات التوافق في الموالدات ودي من الدوائر المهمة جدا في الحالة عملية حضرتك لما تخلص دبلوم وتخلص ان شاء الله هندسة او معهد او استكفت بالدبلوم وروح تتشتغل في محطة حضرتك بتعمل توافق ليه تعالوا نرجع للآلات خدنا التوافق الهارمونيكس في الجنرياتور اللي هي بنقول بندخل مولدين مع بعض على التوازي ليه قلنا لتقاسم الاحمال ولرفع كفاءة تشغيل الشبكة مش كده ولا ليه والحفاظ على اجهز المستهلك والحفاظ على ثبات الجهد قد المستهلك فاكرين شروط التوافق وليه بنتم التوافق قلنا الرفع كفاءة الايشة والحفاظ على القطبان العمومية مش قلنا هذا الكلام طب الكلام ده قلنا في مادة مين الآلات اللي حضرتكوا درستوها هنا وشفتوها معنا في التلفزيون المصري طب ايه رأيكم بقى نعمل الكلام ده على الرسم لما نيجي نعمل التوافق هنستخدم اجهزة ايه؟ هنا هنسألك هنا هنقول لك وصل هناك كنا بنقول لك اكتب وارسم لا هنقول لك ارسم لنا وورينا الاجهزة ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض اول دايرة وتعتبر اسهل دايرة في دوائر التوافق توافق في المولدات لكيفية توصيل مولدين معا على التوازي او مع الشبكة ايه رأيكم؟ تعالوا نشوف الرسمة دي مع شاشتنا الجميلة هنا بتقول ايه؟ تعالوا نشوف الرسمة بتقول ايه؟ خد بالك احنا جبنا دايرة بسيطة جدا دايرة مولد وجه واحد ومولد وجه واحد مع مين؟ مع شبكة هنا ايه رأيكم؟ مين المولد اللي شغال؟ مفيش كنا لازم نقفل احد السكينتين دول السكينة دي نقفلها ونفتح دي يا معايا هنا دايرة؟ المولد شغال معا ايه؟ معا محول جهد برافو عليك ايه بقى متوصل على الفلتاميتر معا محول طيار برافو عليك متوصل على الأميتر الدايرة التانية فين؟ تمام نفس الدايرة لان المفروض يكون الاتنين حاجة ايه؟ واحدة مولد وجه واحد سنجل فيز معا محول جهد متوصل مع الفلتاميتر معا محول طيار متوصل مع الأميتر اللي بينهم ايه يا شبابنا؟ بينهم جهاز التوافق الا وهو جهاز سينكريسكوب جهاز السينكريسكوب هذا الجهاز يبين سرعة سلول فاست بمعنى خد بالك ومتصل مع مين؟ متصل مع الدائرتين مع المولدين وايضا مع مين؟ مع الشبكة معنى ذلك انه بيعمل دائرتين او مولدين مع مين؟ مع الشبكة لحظة التوافق تعالوا لي بقى هنا المفروض حضركوا تعملوا ايه؟ الكلام ده انتوا اللي تشرحوه خدنا في مادة الألات كنا بنقول فيها ايه؟ ان جهاز التوافق اذا ضر يمين يبقى فيه سرعة مولد أسرع من التاني طب لو ضر شمال يبقى فيه نقيمة طيار تغذية أكبر من التاني كلام ده قلنا في الألات حلقاتنا هنا في مدرسة على الهوى كنا بنكمل المواد مع بعضها اللي امتبعنا هيعرف هذا الكلام قلنا انه عندي جهاز تنكريسكوب بالنسبة لي لو ضر يمين يبقى فيه مولد أسرع من التاني او ضر شمال فيه طيار تغذية أكبر من التاني لازم نزبط لحظة التوافق ابنائنا وبناتنا لما قلنا اسمه توافق برابع لي توافق لحظي توافق لحظي يعني ايه؟ المؤشر يقف لحظيا عند الصفر عندها يا راجل يا فنية اللي بتعمل التوافق هترفع السكينة المولدات كلها تخش مع بعضها كفاءة الشبكة كلها تعلى فهمنا ابنائنا وبناتنا هنا دي أول رسمة توافق ما بين مولدين وجه واحد عن طريق استخدام جهاز التوافق ألا وهو السنكريسكوب احنا قصدين ان احنا نزيقى النهاردة الرسم للمولدات عشان نعمل لكم عملية تسكرة لباب المولدات في الألات ايه رأيكم؟ تعالوا نشوف دائرة تانية من دوار المولدات السلاسية الأوجه بما ان احنا شغالين في المولدات التوافقية السلاسية الأوجه تعالوا نشوف دائرة بقى ثلاثة أوجه ايه رأيكم بقى في الدائرة دي هبارة عن دائرة ايه؟ توصيل مولد سلاسي الأوجه مع الشبكة باستخدام المصابيح باستخدام المصابيح المصابيح المضيقة اتنين توازي وحدة توالي لو ركزت فيها شوية كده هقولك التوالي عشان ما نعودش ناخد أكبر دواير منها مش دي L1 امشي معها كده L1 تبدأ ايه؟ ايوة فعلا انا سمع الناس بتقول لي ده overload الحمال الحرارية ثم إلى إلى الدايرة بتاعتي امشي معها كده امشي مع الدايرة كده انا عايز ارجع لL كام لL1 يبادة توالي يبادة توالي L1 ماشي معي هي تمام مع اللمبات مع اللمبات مع هنا overload بتاع الحمال الحرية ثم إلى L1 اما L2 فهي دي اللي معكوسة راح على L3 ودي العكس معنى ذلك ان انا عندي موصل وجهين عكس بعض فيه بينهم اللمبات متى يكون التوافق او ما هي لحظة التوافق هي اضلام هذه اللمبات واضاءة الاربعة التانين ده الاضاءة كاملة عندها بقول لحظة التوافق بوصل المولد على الشبكة التوافق ابنائي وبناتي توافق لحظي توافق لحظي وليس توافق مستديم انا يا دوبك بخلي المولدين يقربهم بعض وبعدين ارفع السكينة على اساس المولد يشتغل مع الشبكة تاني التوافق لحظي خدنا طرق التوافق في الالات التوافقية ايه هي قلنا عن طريق استخدام اللمبات المضيئة واللمبات المظلمة خدنا كمان محول التوافق برضو لمبات مظلمة ولمبات مضيئة خدنا عن طريق جهاز التوافق اللي هو السينكريسكوب اللي كان في الدارة اللي موجودة معنا على الشاشة ثم قلنا التوافق اللي يوتاماتيكي والليه عن طريق السيرسورات ومجموعة مادة الكترونيات القوة وقلنا مواد الكهرباء تملي مرتبطة مع بعضها التوافق من أحد الأسئلة المهمة جدا أبنائي وبناتي في مادة الألات ومادة الرسم اللي اتنين بيكملوا بعض قوي أبنائي وبناتي كده دوار المؤلدات تقريبا خلصت إيه رأيكم في سؤال أتمنى أن أبنائنا وبناتنا يتصروا يحلوا معايا تعالوا نشوف هنا صيغة من سؤال على باب المؤلدات مع شاشتنا هنا بتقول إيه إيه رأيكم في السؤال اللي على الشاشة حييجي يقول لي السؤال إيه انقل إلى ورقة الإجابة الشكل المبين ثم أكملها أكملها هتكملها إيه رأيكم ما دي أحد سيغل السؤال أبنائي وبناتي وموجودة في كتاب المدرسي كتاب المدرسي يشمل كل شيء والامتحالات ما بتخرجش من بره هذا الكتاب ادعي العبارة عن إيه أتذكر كده أبنائي وبناتي ولا غشش تعالوا شوف مع بعض اللي واحد مع اللي واحد اللي اثنين مع اللي اثنين وإيه اللي ثلاثة مع اللي ثلاثة هتوصل المصيرات مع مفتاح السكين هتوصل مع حلقات الاندلاق ثم ملفات الأقطاب هتاخد الطرف بتاعك هتوصل الطرف ده هنا وهتنسك من الطرف ده هتوصله مع البي واتحط عليها هنا ايه مصيرات الطرف التاني هتوصله مع مقاومة تنظيم الجهد ثم هتكمل دايرة السكينة طرف الاسل هتحطه بس بعد مسأل سؤال اين العضو الدائر في هذه الدائرة اين العضو الدائر في هذه الدائرة ابناءنا بنتنا فعلا هنا ليه قال لي لاني هنا حلقات الاندلاق حضرتك بتقول ان المنتج هو العضو الدائر يبقى هنا حضرتك لابد انك تعمل دايرة بهذا الحجم دايرة بهذا الحجم معنى ذلك بتقوله ان المنتج هو العضو الدائر ثم تصل سيفت لاين بجسم هذه الدائرة وتوصله مع طرف السيفت لاين تعالوا نشوف سؤال تاني كده ارسم الدائرة التنفيذية للدائرة الموضحة بالشكل الدائرة التنفيذية للدائرة الموضحة بالشكل انا مش هاحل لها انا بس هقول المسميات بتاعتها ايه هي منبع سلاسي الاوجو باور سابلاي اربع خطوط تلت مصيرات مفتاح سكين اوتوماتيك اوفرلوت حماية حرارية ضد زيادة الطيار حماية مغناطيسية ضد زيادة ضد نقص الفولت تمام الاقطاب هي العضو الثابت اما المنتج فهو العضو الدائر تغذى ملفات الاقطاب عن طريق مهل الطيار مستمر ناخد بالنا ابنان وبناتنا من باب المولدات تماما بهذا الشكل عشان يبقى موضح الصور عليه كده ابنان وبناتنا احنا وصلنا لنهاية باب المولدات التوافقية باب المولدات التوافقية ايه رأيكم تلفزيوننا المصر الجميل لمهتم بطلباتنا طلب التعليم الصناعي قسم الكهرباء بحضر لنا فيديو جميل جدا الدوائر ديت احنا جدناها بس كده اذا بيقولوا فتح شهية ان الحاجة موجودة قدام حضرتك على الطبيعة عايزين ننقل الكلام ده كدراستنا احنا دراستنا ايه ان احنا بنرسم هذه الدوائر السلك يمكن كنا بنعمل تجربة كده والتصوير شغال ايه رأيكم في دوائر حماية المحركات الطيار المتردد حنرسم الكلام اللي احنا شفناها ومش حنبدأ بدوائر كبيرة حناخد دوائر معقولة شوية ونبدأ واحدة واحدة بس خد بالك حنبقى هنا في دوائر كنترول اللي هي دوائر التحكم احنا عندنا مادة ومستحدثة بها ل 3-4 سنين في الوزارة هي مادة البيئل سي كنترولوجيك اللي هي التحكم برمجة اللي عندي تحكم منطقي مبارك تعالوا نشوف اول دائرة من حماية المحركات الثلاثة الاول اولا عشان نشوف واعتعلم هذا الكلام دوائر حماية المحركات تنطبق على 3 دوائر دائرة كنترول اي دائرة التحكم ودائرة باور دائرة القوة ثم الدايرتين مع بعض يعني ايه؟ يعني ما فيش هنا دائرة خطية ثم دائرة تنفيذية ابتدنا نقلب على باب تاني ما فيش دائرة خطية زي باب المولدات وبعدنا صممها دائرة تنفيذية لا دائرة كنترول لوحدها ثم دائرة باور لوحدها وحضرتك هتركب لي الدايرتين مع بعض ودي احد الاسئلة المهمة جدا في امتعالة اخر السنة ايه رأيكم؟ تعالوا نشوف دائرة من هذه الدوائر مع بعض على الشاشة الجديدة الدائرة اللي قدام مني عبارة عن ايه؟ ها؟ اسمع ولا نتكلم؟ تعالوا نشوف مع بعض دائرة كنترول والدايرة قدام مني هنا ثم دائرة باور ثم مركب الدايرتين دول مع بعض بزكاء ابناء وبنات الدائرة دي اسهل دائرة كنترول موجودة للمحركات عارفين يا دائرة ايه؟ يا رب كده تفكروني احنا خدناها لما شبعنا في التلفزيون هنا ودرسنا لنا ودرسنا الزملائنا عزاء قالوها تخيلوني دي دائرة ايه؟ دائرة مفتاح الان اوف دائرة مفتاح الان اوف ومعها لمبة بس زيادة لمبة بيان ايه رأيكم تعالوا نشوف الكلام ده؟ مع الشاشة الجميلة هنا دائرتنا عبارة عن ايه؟ حماية محرك او كيفية تشغيل محرك وجه واحد ثلاث اوجه من مكان واحد كيفية تشغيل محرك ثلاث اوجه من مكان واحد عبارة عن اللي واحد مع المصيرات ثم الافرلود الحماية الحرارية ثم مفتاح الاف ثم الان الاتنين توازي لو حد فكرني كده الاتنين توازي ثم قيل مع لنبة بيان دائرة الباور حضراتكم المفروض تكونوا أسكياء فيها قوي التلات خطوط بتوعي ثم المصيرات ثم مفتاح السكينة الضاغط ثم عندي الأوفرلود ثم دائرة المحرك تعالوا أبنائي وبناتي هنركب الدايرة دي بنفس التفصيل على دائرة الباور تاني هركب الدايرة دي بنفس التفصيل ده على دائرة الباور عايز أمشي واحدة واحدة مع الدايرة أمشي واحدة واحدة مع الدايرة خد بالك هنا أنا هقل بالدايرة بس هطلع دي فوق ونزل دول تحت هركب ستاني هطلع الأن الأول فوق مكان هنا ونزل الأوف دي تحت بالتوالي يبقى أنا هبدأ الدائرة مع المصيرات أهي ثم دائرة الأن أهم فين الأوف؟ بعديها على التوالي على التوالي ثم بالتوالي مع مين؟ أيوة مع الأوفرلود ثم إلى مين؟ إلى الكويل ثم إلى النيوترال فين اللمبة؟ اللمبة متوصلة بالتوازي بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ أيوة بين الأن ليريش التعوضية رقم 13 و14 وحضراتكم بتاخدوا هذا الكلام في الورش نقطة رقم 13 و14 بتاخدوها في الورش أنا مركز ليه؟ الدايرة دي حضراتكم بتدرسوها في العمل كويس جداً وبتعملوها بإيديكم ودي أول دوار التحكم اللي حضراتكم بتشتغلوها بإيديكم في المعمل في الورشة تمام؟ هي مفتاح الأنف اللي زاد عليها لمبة البيان يبقى أنت دايرتك عادي جداً ما تتخضش إن احنا جايبين الدايرة واحدة واحدة من فوق وبعدين بنركبها على دايرة طور وبعدين بنقامل الدايرة كلها ما تتخضش إنت بتأملها بس إحنا بنفصل هنا دوار التحكم لأن ده التحديث العلمي الحديث اللي جاي اللي هي إن أنا بتحكم في تشغيل الدايرة عن دوار إلكترونية مش دوار يدوية والكلام ده حضراتكم بتخضوه في مادة التحكم منطق المبارمج وأيضاً في مادة إلكترونيات القوة خدتوا بالكم المواد مرتبطة بإيه؟ ببعضها عشان نطلع حضرتك طالب فني فاهم في قسم التركيبات الموادات الكربية تعالوا نشوف مع بعض ونكمل الدايرة اللي بعدها يعني أخذنا كده دايرة تشغيل محرك استنتاجي ثلاث الأوجو من مكان واحد سؤالي ويا رب أسمع تلفوناتكم فيها سؤالي بيقول كيف يعمل محرك استنتاجي ثلاث الأوجو من مكانين مختلفين ويطفئ من مكانين مختلفين ثاني الدائرة لسه معنا على الشاشة اللي هي من مكان إيه؟ واحد من مكان واحد أنا بدوس على الأون تمام؟ ده ضاغط كم ريشة بتتقفل؟ أربعة اللي هي تلاتاشر واربعتاشر وعلى اتنين وخمسة دول بيتقفلوا تمام؟ خب بالك الدائرة هنا مقفولة دائرة هنا مقفولة المفتاح بيشتغل المحرك شغال لما بيحصل زيادة في الطيار هنا في الأوفرلود بيتمدد لازدواج الحراري بيفصل السكينة بيفصل اللي هي مفتاح الكوندكتور بتاع الأوفرلود لما بيفصل الدائرة هنا بيفقد المغناطة بيفصل المحرك عن الشبكة طب لو حبيتها في الدائرة بطفع عن طريق S2 اللي هو الأوف بدوس هنا على الأوف قطعت الدائرة المغزية المين؟ لملف القاطع فمش هيفضل مسلك السكينة تمام؟ هيبتدي يعمل إيه؟ يفصل الدائرة يبقى فصل المحرك بس خد ذلك أنا بشغل الدائرة دي من مكان واحد واطفيها من مكان واحد بدليل إن دائرة كنترول عندي هنا دائرة F1 اللي هو S2 ودائرة ON واحدة اللي هي S1 هم لدائرة K اللي هي 13-14 ون ريش مساعدة في الورش تمام؟ يبقى أنا بشغل المحرك من مكان واحد وبطفيه من مكان واحد إيه وحد يقول لي أمالي ريشة 13-14 أنت موصل على التوازي أقول لك موصل على التوازي اسمها ريشة التعويد عشان يقفل القوية البتاعي اللارد السكينة السلسية معايا فلازم يكون معايا سكينة رابعة تبقى موصلة دائرة في حالة التشغيل ودي مدرسنا الأفاضل في العمل وفي النظري مدرسنا بالتفصيل في مدرسنا كلها إيه رأيكم؟ لسه سؤالي من ستوش إن أنا شغل المحرك ده من مكانين واطفيه من مكانين أزود إيه؟ أزود إيه؟ على فكرة سألت السؤال ده في مدرسنا وبسم الله من شاء الله الطلبة قاله طب بسيطة جدا زود مفتاح أون بالتوازي واقطع زود مفتاح أوف بالتوالي أنا مش مصدق الكلام ده إلا لما شفته على الرسم إيه رأيكم؟ تجي نشوف الرسمة مع بعض ونشوف هنشغل المحرك من مكانين ونطفيه من مكانين لها دائرة برفو عليك دائرة كنترول دائرة باور وركب الدائرتين مع بعض تعالوا نشوف مع بعض شاشتنا الجميلة هتورينا إزاي؟ الدائرة عندي هنا تشغيل المحرك من مكانين مختلفين تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي حصل؟ أنا قلت هزود إيه؟ أيوة برفو عليك هزود أون على التوازي وزود أوف على التوالي تعالوا نشوف مع بعض أهي الدائرة الرئيسية قدامي عبارة عن مصرات ثم الأوفرلود موجود ثم مفتاح الأوف عمل إيه؟ الأوف كم واحدة؟ اتنين ودي الأوفرد اللي هو التحت تاني عمل إيه هنا؟ اتنين أوف وهنا مين؟ الأوفرلود الأساسي في الدائرة ثم جي على ها؟ الأون مع الريش المساعدة رح مزود أون تاني انت خدت بالك الدائرة اللي فاتت كان فيها إيه؟ كان فيها أون مع ريش المساعدة لـ 13-14 بس لهم دول كان في دية والجزئية دي بس احنا زودنا هنا واحدة أون مع الكويل مع الكويل طب دائرة الباور قالي دائرة الباور زي ما هي أنا كل الحكاية إن أنا بدل ما بشغل المحرك من مكان واحد لا بشغله من اتنين بدل ما بطفي من مكان واحد لا بشغله من مكانين ودي أبنائنا وبناتنا بتحصل في المصانع كويس قوي أنا عندي المحرك أو الهنجر بتاع المصنع كبير قوي فالمطور في نص المصنع وفيه معدات راحة جاية طب وانا داخل عايز أشغل المحرك عشان يطلع إنتاج أنا عندي الأون برة فبشغل تمام؟ تمام وموصل الدائرة عند الباب التاني على بعد مثلا 100 متر إيه بدل ما وصل المحرك وأطفي لأ طب وانا خارج من الناحة التانية خالص أطفيها حد بفكرني كده بيقول لي إيه طب ما احنا واخدين الكلام ده في التوصيلات الكهربية زي الديفياتوري أقول لك صح أنت بتولع اللمبة وانت داخل الباب خلاص؟ وبعد ما تخش جوه الشاقة بتعمل هي بتطفيها من المفتاح التاني مش لازم بقى تطلع لغاية الباب بره وتطفيها هي قريبة منها قريبة أنا بقى أبعيسل بس قريبة من توصيلة الديفياتوري اللي توصيلت اللمبة اللي حضرتك ودرستوها السنة اللي فاتت ومتالي كلنا عاملينها في البيوت إن أنا هنا داخل بنور اللمبة اللمبة بتنور للطريقة وأنا ماشي وبعد ما عدي المكان أنا عايز أطفيها مش هرجع بقى للأول تاني اللي يبقى كنت رايح جاي هطفيها من مكان تاني نفس الطريقة المحرك المحرك في مكان في نص المصنع وأنا من على الباب بشغله بعد ما دخلت المصنع واشتغل وترى الانتاج يطلع وأنا خارج من الباب التاني طيب لو داخل من نفس الباب اللي أنا طفيت منه أشغله تاني يبقى مش لازم ألف من مورة المصنع كله عشان أرجعه مش مكان واحد لا ده من مكانين ممكن تلاتة ممكن اربعة أتحكم في المحرك أشغله من كذا مكان وده على فكرة بيوفر وقت في التشغيل وبيوفر في وقت في الانتاج الانتاج بدأ ما عود أدور على المحرك الصمحتوط في حتة وبعدين أجري لا ده أنا عندي كذا مكان أشغل منه والطريقة سهلة إن أنا بزود مفاتيح الان وزود مفاتيح الوف وديه شفناه على دوار التحكم تمام؟ إيه رأيكم؟ تعالوا بقى نشرح أشغل المحرك من مكانين ووطفي من مكانين دائرة الكنترول أنا شرحتها ودائرة الباور حضراتكم قادرة مني به مش كذا أو ليه؟ تعالوا نركب دائرة الكنترول مع دائرة الباور وتشوفي الدائرة النهائية هتطلع إزاي؟ حضراتكم إن شاء الله مطلوب منكم هذا الكلام إن شاء الله بعد ما تخلص الدبلومات وتشتغلوا أو تكملوا معاهد أو كليات بالتوفير لكم جميعاً تعالوا نشوفوا الدائرة كده مع بعض مع شاشتنا الجميل أنا أتقولي إزاي؟ الدائرة عندي دائرة الكنترول تمام؟ اتنين أون والأوفرلود ثم اتنين أون ثم التلاتاشر بعتاشر ثم الكويت دائرة الباور عادي جداً التلات أطراف مع النيوترل والبوينت إيرث اللي هو التوصيلة الأرضي ثم التلات مصيرات التلات سكاكين بتوهي هنا الأوفرلود هنا رمز المحرك مع البيوت إيرث أو السيفت لاي النيوترل ملوش دعوة هنا النيوترل دي حاجة تانية بتوصلها تعالوا نكمل التوصيلة ركزوا كده أبناي وبناتي عملي خد الطرف من عندي من إيه لتلاتة على المصيرات أيوة مع نقطة تلاتاشر واربعتاشر بتاعت الكويل تمام مع السكين الرئيسية خد بالك كده الان خدهم فين ها الان خدهم فين خد الاتنين دول توازي ازاي مشي معاهم ازاي هنا دي ايه دي اوف تب وديت اللي دي اون تب وديت اللي دي اوف ودي ايه اون ركب هنا اوف و اون في مكان وركب الان و اوف في مكان تاني بمعنى انا اشغل واطفي من نفس المكان وانا خارج المصنع طب لو من الباب التاني اشغل واطفي من مكان تاني يبقى هنا عمل ايه مفتاح اون مع مفتاح اوف في مكان ومفتاح اون مع مفتاح اوف في مكان اخر بيبين لك هنا والرسمة واضحة ان دي في مكان وديه مكان تشغل المحرك من هنا وتطفين من هنا من مكان وانت واقف فيه لو انه مكان تاني مش قادرت توصله زميلك في العمل او المهندس معاك يشغل من مكان تاني ويطفين من مكان تاني تمام دي دائرة جميلة جدا ابنائي وبناتي اللي هي كيفية تشجيل من محرك استنتاجي الثلاث الأوجه من مكانين مختلفين او اطفاقه من مكانين مختلفين الدوائر دوائر التحكم من الدوائر المهمة جدا في منهجنا هذا العام ايه رأيكم في نكمل دوائر التحكم في دوائر مهمة جدا 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 وانا بقول مهمة جدا لسبب ومش عايدها تاني انا قلتها ثلاث مرات في هذه الحلقة ان احنا قلناها اللي هي مادة الالات الكهربية خدتوا بالكو انا سألت السؤال ده كمعالي بشمانس عمر اي مطور في الدنيا لما بتجي تشغله ايه اللي بيحصل كعربة بايه بتهبط وترجع تاني حتى قلت لفظ كده بقولكو ايه ايه هتقولي يا سمحتك طيار بدء عالي او تقولي ان عايز عزم بدء جديد انت كده مش فني انت لما تيجي تشرح هذا الكلام بنقوله ازاي علل يجب توصيل طرق بدء الحركة في المحركات الاسنتاجية الثلاثية الاول او علل ليه فاكرين انا عملتها بأيديا كده اقولنا ايه انا ادي الطيار لملفات العضو الثابت نشع عنه مجال مناطيسي في هذه اللحظة القوة دفع كرابية العكسية المستنتاجة في ملفات المنتج بتساوي صفر فيقع جهد المنتج كله او جهد المنبع كله على هذه الملفات والملفات دي ساتة مقاومة صغيرة فينشأ طيار كبير جدا يعادل من سبع لعشر مرات من طيار الحمل العادي يعني الملفاتها تتحرق كل ما شغل مطورها تتحرق ولذلك قلنا في المحركات الكبيرة اننا لازم طرق بدء الحركة لازم من طرق بدء الحركة ليه؟ هي بدء الحركة طيار لحظي وقلناها في مادة الالات وحنقولها كمان في مادة الرسمة في مادة الالات قلنا عندنا ست طرق لاب ليه ست طرق؟ قلنا في عندي محركة سنتاجة خفى السنجاب ومحركة سنتاجة عضو داير ملفوف الاثنين فيهم اول طريقة اللي هي التوصيل المباشر التوصيل المباشر باستخدمها في القدرات الصغيرة مطور مية تلاجة عرض حاجة صغيرة جدا مش عايزة أكلف المطور فبقى عمل حسابي وانا بليف في الملفات بتاعة المنتج انها تكون ذات مقاومة عالية بحيث انها تتحمل طيار البيت وطيار التحميل ده توصيل مباشر جينا لما اسمنا قلنا انه فين وعين محركة سنتاجة قفى السنجاب ومحركة سنتاجة عضو داير ملفوف القفى السنجاب له خمس طرق والعضو الداير ملفوف له طريقة واحدة افكركم نفكر في المحركة سنتاجة قفى السنجاب توصل بدء الحركة او طرق بدء الحركة بدائرة براف عليكم بدائرة العضو الثابت علل لعدم وجود اطراف بدائرة العضو الدائر ليه؟ لان العضو الدائر قفى السنجاب اي ليس له اطراف اي ليس له ايه؟ اطراف يبقى انا بوصل طرق بدء الحركة في المحركة الاسنتاجة زل عضو الدائر قفى السنجاب بدائرة العضو الثابت خدنا منها كم طريقة خمسة ايه هما؟ باستخدام قومات بدء الحركة رقم اثنين باستخدام محاول نفسي والكلام دا موجود معنا في حلقتنا النهاردة رقم ثلاثة باستخدام مفتاح نجمدلتا رقم اربعة باستخدام الملفات المزدوجة رقم خمسة باستخدام الكترونية القوة خمس سرع بيتامين محركات الاسنتاجية زلت القفى السنجاب لطرق بدء الحركة اما المحرك العضو الدائر المرفوب فلو طريقة واحدة ليتوصيل مقاومات مادية بدائرة العضو الدائر بدائرة العضو الدائر ما قلناش انا بدائرة العضو السابت النهاردة هنقول هذا الكلام في مادة الرسم اما اللي كنتم بتكلموا فين اللي في مادة الالات يبقى هنا مرتبطين مع بعض ارتباط كله شرحناها هنا وشرحناها هنا هنعيدهم تاني طرق بدء الحركة في المحركات الاسنتاجية الثلاثية الاوجو في طريقة اليوم مال اتنين للتوصيل المباشر وانا بدو استخدام في القدرات الصغيرة مثل تلاجة العرض او مواتين المياه الصغيرة رقمي وفي شرط ان انا بزود مقاومات ملفات المنتج وانا باليف تمام لو جينا يا سامنا المحرك الاسنتاجي نوعين محرك الاسنتاجة ذو قفص سنجاب القفص سنجاب لو خمس سرق وتوصل جميعها بدائرة العضو الثابت ليه بقول علي لانا بلاجع عشان يبقى فاهمين ليه بنقول لعدم وجود اطراف بدائرة العضو الداير لان العضو الداير عبارة عن قفص سنجاب قفص سنجاب ليس له ايه اطراف ايه هما الطرق اولا مقاومات بدا حركة توصل بدائرة العضو الثابت رقم اتنين محول نفسي بدائرة العضو الثابت رقم تلاتة مفتاح النجم دلتا وهنشرحها رقم اربعة الملفات المزدوجة ان انا بقى اسم ملفات العضو الثابت الى اتنين رقم خامسة باستخدام الكترنات القوة وقلنا عن طريق الثيرثل وحاكمات الجهة المتردد مش كده وليه اما العضو الدائر الملفوف انت من اللفظ قلنا العضو الدائر الملفوف له اطراف فتوصل بدائرة العضو الدائر الملفوف مقاومات مادية جميع هذه الطرق تخرج من الدائرة بعد خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة اما التوصيل المباشر فبيبقى شغال ما فيش طريق بدء حركة يبقى جميع طرق بدء الحركة تخرج بعد خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة ودي نقطة موجودة تمام؟ ابنائي وبناتي كده نكون قد وصلنا الى نهاية حاليتنا النهاردة اتمنى نكون قد وفينا دوائر المولدات التوفقية ودوائر حماية المحركات الاستنتاجية السراسية الاوجو عن ضريق دوائر الحماية وكيفية التشغيل وعرفنا الفرق بين دائرة الكنترول ودائرة الباور وازاي نركب الدائرتين مع بعض ابنائي وبناتي اشكركم لحسن استماعكم واتمنى لكم التوفيق في الحلقات القادمة ونشكر الاعداد والقائمين على الفيديوهات اللي بيجيبوها يا رب ان شاء الله تنفعكم دايما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته